شاهد أنيلكا لاعب منتخب فرنسا السابق يدافع عن جمال بالماضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم أنيلكا مدافعا عن جمال بالماضي لقد منح حياته للجزائر في تصريحات لقناة RMC Sport الفرنسية تكلم اللعب الدولي الفرنسي السابق عن مدرب الخضر جمال بالماضي الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة عقب فشل الخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر وقال أنيلكا بالماضي فخور جدا ببلده لقد منح حياته للجزائر وهو مستعد للتضحية بحياته من أجل بلده عندما تراه هكذا فالأمر محزن للغاية طبعا شفنا حزن كبير من الكوتش جمال بالماضي بعد نهاية مباراة الجزائر والكاميرون وزبح الحكم بكاري جسامل المنتخب الجزائري على أرضية ميدانه في ملعب مصطفى تشاكر بقراراته التحكمية الظالمة وتعاطف الجميع القاسي والداني مع دموع الكوتش جمال بالماضي الذي بهذه الدموع يعبر بشكل مباشر عن حبه لوطنه وحبه لمنتخب الجزائر وكان يمن النفس برفع راية العالم الجزائري في قطر ممسنا للجزائر في كأس العالم ولكن هذه هي حال كرة القدم هناك ظلم تحكيمي هناك فائز هناك خاسر وشفنا ورأينا أنلكا يقول أن جمال بالماضي لقد منح حياته للجزائر قلونا رأيكم في تصريحات أنلكا لاعب فرنسا السابق عن الكوتش جمال بالماضي ولا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة